انفجرت قنينة غاز الأكسجين في مستشفى الحسين التعليمي في ذيقر نفس القنينة التي وضعت لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا كانت هي ذاتها سبب موت العشرات منهم ومرافقهم ممن حاصرتهم ألسنة اللهب التي تسبب بها انفجار قنينة الأكسجين تلك هذه القنينة التي انفجرت في مركز عزل المصابين الذي بني على عجالة إبان جائحة كورونا باستخدام مواد قابلة للإشتعال أشعلت الأحداث في العراق ومتظاهرون في الناصرية يعادوا نصب خيامهم في ساحة الحب بمرة أخرى والحكومة العراقية شكلت لجنة للتحقيق في الحادث أما البرلمان العراقي فعقدت جلستين لمتابعة سير تلك التحقيقات كل هذه الجهود لمعرفة المسببين والأسباب المسؤولية لا تطال فقط ودير المستشفى وإنما حتى تصل إلى وزير الصحة لاستنادة للمسؤولية الجنائية والاشتراك في الجريمة أسهل الملامين في حادثة مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية الشبيهة بحادثة مستشفى بن الخطيب في بغداد هو الفساد والإهمال والذين هالت البيانات الرسمية عليه شجبا واستنكارا وسط حيرة العراقين واستفسارهم حول من يتحمل مسؤولية ما حدث الفساد وسوء الإدارة في ملف الصحة بالإضافة إلى أن الحكومات السابقة لم تتعاطى بإيجابية للنهوض بالقطاع الصحي هو السبب المباشر لحادثة حريق المستشفى في ذيقار من وجهة نظري أن الأيام القادمة ستكون بذات السيناريو خصوصا أن اليد السياسية تبحث عن مكاسب وأيضا محاولة لتسقيط الخصوم السياسية الحريق الكبير الذي خلف ستين قتيلا بحسب بيان رسمي من وزارة الصحة العراقية فسر على أنه بسبب مواد البناء القابلة للإشتعال وعدم وجود أنظمة إطفاء حرائق فعالة في تلك المستشفى على الرغم من إطلاق وزارة الصحة ودفاع المدني العراقي حملة وطنية كبرى لصيانة وتجهيز جميع مؤسسات الدولة العراقية بأنظمة إخماد حرائق فعالة بعد حادثة حريق المستشفى ابن الخطيب والتي أودت بحيات ثمانين عراقية ينتظر العراقيون الكثير من اللجنة الحكومية التي شكلت عقب حريق مستشفى الحسين التعليمي في ذيقار وأن تكون هناك إجراءات أكثر من سحب يد بعض المسؤولين ومعاقبتهم بشكل صوري من أجل منع تكرار حوادث احتراق المستشفى كتلك التي حدثت في ذيقار أو حادثة مستشفى الخطيب في بغداد مصطفى القطان قناة تغد بغداد